وش فقط لأن العسكر وش يختاروا، الجنات وش يختاروا لازم هما الكريتيريا، الكريتير، المعايير اللي يستندوا عليها أن يكون شخصية ضعيفة أن يكون شخصية متورطة في فساد مالي أن يكون شخصية متورطة في فساد أخلاقي وأن تكون الأسرة أيضا فيها الحلال نهيك عن حد معين من الجهل لأنه لن يبنش يفهم خير من شنكريحة ولا خير من بنعلي بنعلي ولا خير من لقيت صالح لجاب لازم حد معين ما يتجاوزوش وباعت الطروبريان كما يقول واحد البروفيرب الفرنساوي بهذا المعنى هذو كل هم يتوفروا في تبون يعني هم في الغالب يحطوا مجموعة معايير يقول لك أوكي نجيبوا منهم على الأقل ثلاثة أربع شروط هذه الشروط ما هي الشروط العقل والحكمة والعلم والفهم والشخصية القوية والثابتة لا 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 العكس تماما العكس تماما لماذا باش تحكموا فيه كلما كانت شخصية الحاكم من رئيس بلدية إلى والي إلى قاضي إلى شيف سيكتور إلى وزير إلى منعام إلى رئيس كلما كانت شخصية ضعيفة مهتزة مفسدة وفاسدة يفضل أن تكون فاجرة شخصيته يعني أن كل شخص فاجر كلما كان في هذا الشروط كلما سهل التحكم فيه لأن ماذا؟ لأن العقلية هي جنرالات يحكمون من الخلف بواجهة مدنية لازم هذه الواجهة المدنية لا تتمرد عليهم يجب أن لا تتمرد حدثت لهم مرات تمردات بسيطة مش كثير مثلا بن بيتور حمد بن بيتور لما كان رئيس وزارات تعبود فليق أولا رئيس وزارات تعبود فليق تمرد عليه ورغم يمكن للناس اللي ينتقدوا بن بيتور في بعض المواقف خاصة موقفه في دفاع عنه الزار لكن في هذا الموقف للإنصاف كان موقفا قويا لماذا لم يستطيعوا لماذا لم يستطيعوا أن يخضعوه بن بيتور يقولوا لله لا تستقل استقال نحن نقلوك أنت ما تستقلش ما تقدرش لأنهم أكيد ليس لديهم ملفات أخلاقية ومالية عليها فساد مالي وأخلاقي أكيد فتعلموا من ذلك الدرس وبالتالي أصبحت الشروط لا يعين وزير ولا يعين والي ولا يعين شيف سكتر ولا يعين شيف تعمل خابرات ولا يعين رئيس ولا يعين إلا ويجب أن يكون ليس لترين دي كاسرول كما يقال بالفرنسوية يكون مليء بشروط الشخصية الضعيفة الهشة الفاسدة الفاجرة الضعيفة الجاهلة لكي يتحكموا فيه هذا تبون وراح رفتك ب سبعين ألف خطاة ترجمة نانسي قنقر